اشتركوا في القناة والله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجد بك ربك ويعلمك من تاوي الأحاديث ويتم نعمته عليك على العقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وهو حب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أفانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف ويطرحوا وارضيه يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائلا منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب وألقوا في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتا ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وقابوا أن يأكله الذئب وأنتم معنا غافلون قالوا لأن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته